السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من كناة دروس انجليش ان شاء الله النهاردة نشتغل معاكم منهج كونكت 5 صف الخامس اللي ابتدائي الترميل اول من كتاب استبقهد وان شاء الله النهاردة ناخد القصة الواقعية come to canada come to canada القصة الواقعية هي ستوري حلوة وبسيطة كده بتتكلم عن بعض الحاجات اللي في كندا تعالوا يلا بينا نشوفها هنا في الاول بيقول لنا بعض الفوكابلوري كده عندنا اربع حاجات بسيطة هنقرأهم number one هنا tomato pool tomato pool او tomato tomato او tomato tomato pool قطب الطواطم يعني ايه قطب الطواطم بيقول لنا apple on which tomatoes are hung or on which the images of tomatoes are curved يعني ايه يعني هو عمود كده زي عمود بيتعلق عليه الطواطم او بتنحط عليه ايه صور الطواطم بتاعتهم طيب يعني ايه اصلا الطواطم دي رمز للعشيرة او جماعة ايه زمان كده كان عندهم رمود مثلا الجماعة دي او العشيرة دي ليها رمز البكرة رمز الصعبان رمز الحصان والطواطم دي بيستخدموها في اعمال السحر والشعوازة طبعا والدجل والحاجات دي طيب عندنا هنا maple leaf maple leaf يعني ايه maple leaf the leaf of the maple used as a symbol of canada ده رمز كندا وموجود على العلم بتاع كندا وورقة ايه القايكب 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 syrup 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 maple syrup الى هو شراب القايكب القايكب ايه شراب القايكب دا ايه شراب ينتج ايه مرعت من عصارة القايكب startup produced from the ايه شراب ينتج من عصارة القايكب specially خاص صغير the sugar maple الي هو كندا وبعد كده عندنا هنا هنا بير بير اللي هو الدب بير بير الدب هنا بقى تعالوا نشوف ميزي معنا بنت اسمها ميزي من كندا where is ميزي from منين هي what does she say about the things in exercise 1 تعالوا نشوف هنا بتقول لنا hi I am ميزي hi اسمي ميزي I'm from canada أنا من canada and I love my country وبحب ايه الكانتري بتاعتي بحب بلدي I'm going to tell you some special things about it وانا هحكي لكم او هقول لكم حاجات مميزة عن بلدي about it عيدة على بلدها كندا here we go يلا بينا canada is north of north America canada ايه شمال امريكا الشمالية north of north America شمال امريكا الشمالية and its capital is otau وعاصمتها ايه otau عاصمتها otau it's the second largest country in the world هي التاني اكبر دولة في العالم طب من اكبر دولة في العالم after Russia after Russia رشا دي اللي هي ايه اللي هي روسيا يبقى روسيا اكبر دولة في العالم ومن بعدها كندا it has a really cool red and white flag العالم بتاعهم بكلمنا ان العالم بتاعهم ايه احمر فبيض with a maple leaf on it وعليه ايه وعليه ايه 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 شجرة القايق ايه totem pools totem pools totem pools which are sculptures are very important to us الاعمال التوطمية دي اللي هم بيستخدموها كرموس زي ما قلنا زي البقرة والحصان والثعابين اعمدة من حوتة دي ايه مهمة بالنسبة لهم ايه مهمة بالنسبة لهم جدا او بالنسبة لنا جدا you can find them around canada بنجدها ايه around them كندا حول ايه ممكن نقلقيها في كل حتة في كندا they are about families in each place and tell stories about the people who live there قلنا ان احنا بنجدها في كل حتة في كندا بتتحدث عن بيقول لنا يعني ايه بيقول لنا ان هي دايما ملونة بألوان زهية برايت كالرز ألوان زهية وكمان بتحكي تاريخ وقصص الناس اللي كانوا عايشين فيها ايه كل ده في حتة ايه في واحدة مثلا على عمود واحد اوكي على عمود مثلا واحد بيقول لنا ان في كندا اماكن مختلفة كتير او مناظر طبيعية ايه كتير والمناخ مش واحد بعض الاماكن بردة جدا بعض الاماكن دفئة بحب ايه الدبابة بتاع الكندا بيقول لنا ان هي بتحب الدبابة والدبابة دي بتعيش في الغابات وشكلها ايه وشكلها جميل جدا بيقول لنا ولكنها مخيفة يعني ما يغرناش شكلها الجميل الابيض ده لا بيقول لنا ان هي مخيفة لان حجمها كبير جدا وساعات بتكون طبعا ايه جعانة the last thing i want to tell you about is maple syrup اخر حاجة عاوز اتكلم عنها هو شراب القيك it's sweet and very nice هو ايه مسكر وطعمه جميل او حلو and we ate a ton pancakes for pre-fastalot وبنحطه على البانكيك في وجبة الفطار زي ما احنا كده عندنا البانكيك بنحط عليها العصر الابيض you have to try it عايزانا ان احنا لازم نجربها so that's my amazing country دي بلدي ايه الجميلة الرائعة tell me about your country and what you love about it عايزانا نكلمها عن بلدنا وايه وايه اللي بنحبه فيها شكلها نست حاجة وقالت لنا hi it's meze again hi i'm meze ايه مرة تانية هتكلمنا عن حاجة one more thing i want to tell you about it is our police عايزة نست حاجة هتكلمنا عنها وعايزة تكلمنا عن البوليس او خدمة الشرطة ايه عندهم في كندا they are very kind and help keep us all safe ايه بتقول لنا ان هم طيبين جدا وبيحافظوا على امننا ايه وسلامنا they have an awesome uniform بيلبسوا ايه يونيفورم جميل جدا او رائع two ايضا they wear it on special days بيلبسوا في الايام المميزة اليونيفورم الرائع ده بيلبسوا في الايام المميزة تعالوا نشوف اليونيفورم شكله ايه first of all ايه في البداية كده they wear a light brown leather hat اللي طاقية اللي لابسينها بيلبسوا طاقية جلد بني فاتح طاقية جلد بني فاتح it has a white prime to protect their faces from the sun والحفة بتاعتها كده عريضة علشان تحمي وششهم من ايه من الشمس then some they have a beautiful red jacket with a dark brown بيلبسوا ايه جاكت جميل ايه لونه ايه في نصات الجاكت لونه احمر جاكت احمر جميل with a dark brown ايه ايه بني غام leather وحزام جلد بني غامق leather belt حزام جميل بني غامق and long dark brown leather gloves والجلافز برضو ايه جلد بني غامق يبقى هم بيلبسوا hat وبيلبسوا jacket احمر ايه كل ده من الجلد وبيلبسوا belt جلد برضو dark brown بني غامق وبيلبسوا long dark brown leather gloves والجوانتيات طويلة برضو بني غامق there their pants are dark blue البنطلون بتاعهم بيبقى dark blue dark blue ازرق غامق and have a yellow stripe down the side وفيه في الجناب كده في البنطلون في كل جنب خط ايه خط اصفر their boots are dark brown leather too البوت بقى بتاعهم اللي هو الحزاء بتاعهم او البوت اللي هم لابسينه dark brown بني غامق جلد ايضا on normal days their uniform is quite different بيقول لنا بقى ان في الايام العادية لبسوهم بيكون ايه بيكون مختلف they wear a grey shirt dark blue pants and a hat بيلبسوا ايه بقى في الايام العادية بيلبسوا قميص رماضي وبنطلون ازرق غامق وطقية in the colder parties وفي الاماكن البردة بتاع كندا they wear a very thick to keep warm بيلبسوا ايه بيلبسوا بلطه تقيل جدا علشان طبعا يحافظ على دفقهم وبكده تكون القصة الواقعية بتاعتنا خلصت القصة سهلة وبسيطة مفيش فيها اي شيء صعب ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعموا الفيديو بلايك ما تنسوش تشتركوا في القناة ولو عايزين حاجة اكتبوا لي في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته